مصدر في النادي الاهلي قال لنا ان في اتجاه داخل ادارة النادي الاهلي حلو الخبر ده اللي لعيبت النادي الاهلي هينبسطه بقوي واكيدة عارفوه يعني مش عارفوه منه اتجاه في النادي الاهلي لرفع مكافآت اللاعبين بعد التتويج بدوري ابطال افراق كابتن محمود الخطيب تحدث مع كابتن خالب بيب ومدير الكرة في النادي الاهلي في فكرة زيادة المكافآت المالية للعبين عشان يحفزهم أكتر لاستكمال الموسم بنجاح المكافآت كانت إيه بقى قلت لكم بارح 350 ألف جنيه لكل لعب حسب نسبة المشرق يعني أقصى واحد ياخد 350 ألف جنيه للاعب كل المباريات تمام كلامي الآن على أنها هتوصل ل500 ألف جنيه لكل لعب كمكافآة خاصة بجانب 350 يعني ايه تركز معي أنا لوقتي لعبت كل المباريات هاخد 350 هتاخد عليهم 500 ألف كمان يعني هاخد كيامة 250 ألف أنا ما لعبتش كتير هاخد 100 ألف مثلا هتاخد عليهم 500 ألف بقى 600 ألف فدي مكافآت مكافآت كبيرة مغرية بصراحة لعبي النادي الأهلي بعض الرعاة يعني عرضوا على النادي الأهلي المساهمة في هذا الأمر فأنت بتتكلم في أرقام كبيرة جدا أرقام حلوة يستهلها لعبي النادي الأهلي اللايحة الجديدة أو المكافآة الجديدة دي كابتن محمود الخطيب هيعتمدها مع مجلس الإدارة قريبا إن شاء الله مبروك على لعبت النادي الأهلي تستحق بكل تأكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة